موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في مساء قرآن واحد والموضوع اليوم الذي سنشرحه في هذا اللقاء المبارك من خلال التعليم عن بعد مخارج الحروف مخارج الحروف لا بد أن يتعلم الإنسان أن له جهازا نطقيا حباه الله سبحانه وتعالى به فالجهاز النطقي هو منة من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان حيث يخرج هذا الجهاز النطقي الحروف التي من خلالها يتفاهم الإنسان مع أخيه الإنسان فالمخرج في اللغة هو نقيض الدخول دخلت من الباب نقيضه خرجت من الباب هذا من الناحية اللغوية أما من حيث الإصطلاح فالمخرج هو النقطة التي يخرج منها الصوت يلتقي الصوت في هذا المكان ثم يعني يخرج منه حيث يصل إلى الأذن البشرية فالمخرج جمع مخارج مخارج مفردها مخرج إذن المخارج اختلف العلماء في عددها كما اختلفوا في صفات حروف هذه المخارج فمن العلماء من عد المخارج ستة عشر ومنهم من عدها سبعة عشر ومنهم من عدها أربعة عشر إذن اختلف العلماء في عدد مخارج الحروف كل حسب فهمه وحسب نسبة المخرج الذي يعني عده هذا يعد عنده مخرجا أو لا يعد مخرجا الذي يفرق بين المخارج في الحروف التي اتحدت مخارجها الصفة الصفة تميز المخارج المتحدة والمخرج يميز الصفات المتحدة بمعنى إذا اتحدت المخارج الصفة تميز بينها وإذا اتحدت الصفات المخرج هو الذي يبين هذا الحرف عن دون غيره إذن إذا اتحدت المخارج تميزها الصفات وإذا اتحدت الصفات تميزها المخارج كيف نعرف مخرج الحرف إذا ادخلنا همزة الوصل على أي حرف بعد تسكينه يبين لنا مخرج الحرف مثال حرف الحا ساكن ادخلنا عليه همزة الوصل اح فيبين مخرج الحرف عندما يسكن هذا الحرف وإدخال همزة الوصل عليه أيضا هناك ميزة بين الحروف حيث تتعامل الحروف فيما بينها معاملة الغاب القوي يأكل الضعيف لذلك الصفة تعمل حلا لهذه الإشكالية المخرج يعمل حلا لهذه الإشكالية المخارج عندنا هناك مخارج عامة المخارج العامة الجوف الحلق اللسان الشفتان والخيشوم إذن خمس مخارج الجوف الحلق اللسان الشفتان الخيشوم هذه مخارج الجهاز النطقي العامة إذن عندنا مخارج عامة خمس مخارج لكل مخرج من هذه المخارج مخرج خاص فالجوف هو مخرج لثلاثة حروف الألف وما قبلها مفتوح والواو وما قبلها مضموم واليا وما قبلها مكسور حيث إن هذه الحروف لابد أن تكون ساكنة ألف ساكنة قبلها مفتوح وهو ساكنة قبلها مضموم يا ساكنة قبلها مكسور هذا الجوف هو الخلاء الممتد يعني عندما نرسم الجهاز النطقي هكذا هذا صورة توضيحية الخلاء هذا حلق هذا لسان هذا التجويف الفمي تجويف فمي فالجوف في اللغة هو الخلاء لكن في الاصطلاح الخلاء الممتد من الحلق إلى التجويف الفمي أو الفموي هذا هو الجوف وفيه ثلاثة مخارج ألف مفتوح ما قبلها واو مضموم ما قبلها وياو مكسور ما قبلها وهذه الحروف تسمى الحروف الجوفية الحروف الحروف الجوفية نسبة إلى الجوف أو الهوائية نسبة لخروجها معيش الهواء كما قال يعني العلامة ابن الجزري للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي تنتهي بانتهاء الهواء إذن عندنا المخرج العام الأول الجوف وفيه ثلاثة حروف وتسمى الحروف الجوفية نسبتها أو لقبها أو تلقى بالحروف الجوفية عندنا المخرج العام الثاني ألا وهو الحلق هذا الحلق هذا الحلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام أقصى وسط أدنى الحلق عبارة عن البلعوم وهو يعني عبارة عن أسطوانة ما بين الحنجرة إلى التجويف الفموي عند اللسان هذا الحلق فيه ثلاثة مخارج فرعية ثلاثة مخارج فرعية أدنى الحلق وسط الحلق وأقصى الحلق أقصى الحلق يخرج منه الهمزة والها تخرج من أبعد منطقة إلى التجويف الفموي من حيث الفم وهي أول منطقة من جهة الصدر هنا يخرج حرف الهمزة وحرف الها من أقصى الحلق أقصى الحلق يخرج منه همز هاء من أقصى الحلق ومن وسطه أي وسط الحلق من هذه المنطقة يخرج حرف العين والحا إذن الهمزة والها هنا العين والحا هنا وهذا التجويف كله يخرج منه الألف والوا واليا كما سبق وأدناه أدنى الحلق أدناه غين خاؤها من أدنى الحلق أي أقرب منطقة لنهاية الحلق بالنسبة إلى الفم غين خاء إذن الحلق مخرج عام لابد أن نفرق هذا مخرج عام وهذه مخرج فرعية فالمخرج العام الحلق والمخرج الفرعية له ثلاثة مخرج أدنى الحلق وسط الحلق أقصى الحلق أقصى الحلق فيه حرفان الهمزة والهاء ووسط الحلق العين والحاء وأدنى الحلق مما يلي الفم الغين والخاء هذه الحروف الستة هي حروف حلقية نسبة إلى المخرج العام الحلق إذن عندنا الجوف مخرج عام فيه ثلاثة حروف الحلق مخرج عام فيه ثلاثة مخارج فرعية كل مخرج يعطي حرفين الهمزة والهاء من الأقصى أقصى الحلق والعين والحاء من وسطه أي وسط الحلق والغين والخاء من أدنى الحلق حمز هاء عين حاء غين خاء هنا الأقصى والوسط والأدنى إذن تكلمنا عن المخرج العام الأول ثم المخرج العام الثاني الآن نتكلم عن المخرج العام ألا وهو اللسان هذا اللسان هذا اللسان لابد أن نعرف تقسيمة اللسان أقصى وسط طرف اللسان هذه تعد حافة حافة يمنى حافة يسرى هذا الطرف هذه أسالة اللسان هذه أدنى إحدى الحافتين وهذه أدنى إحدى الحافتين إذن اللسان يتكون من المنطقة التي يسمى أقصى اللسان ووسط اللسان وطرف اللسان الحافة اليمنى والحافة اليسرى أسلة اللسان وأدنى إحدى الحافتين اليمنى واليسرى الآن هذا اللسان فيه عشرة مخارج اللسان فيه عشرة مخارج قلنا الجوف ثلاثة حروف الحلق أعطاني ستة حروف اللسان فيه عشرة مخارج لابد أن تعطيني ثمانية عشر حرفا إذن اللسان فيه عشرة مخارج هذه العشرة مخارج لابد أن تعطي ثمانية عشر حرفا نبدأ في المخرج الأول لللسان وهو أقصى اللسان أقصى اللسان المخرج الأول من أقصى اللسان يعطيني حرف القاف هذا اللسان أقصاه طبعا هنا في جذر اللسان يعني لم نشر إليه لا حاجة لنا به الآن هنا حرف القاف مع ما يلي الحنك الأعلى عند هنا هذه المنطقة اسمه الحنك الصلب الحنك والصلب هذه اسمها الحنك اللين أو اللها هنا الخيشوم وهنا الحلق تحتية الحنجرة ثم الرئتين إذن اللسان من أقصاه من أقصى اللسان يخرج حرف القاف مع ما يليه من الحنك الأعلى قاف من أقصى اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى أدناه يعني أسفل مخرج القاف الكاف أيضا من هذه المنطقة بعد مخرج القاف فالقاف والكاف حروف لهوية إذن عندي مخرج القاف عندي مخرج الكاف القاف من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أسفل مخرج القاف الكاف مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى إذن هنا قاف أسفل منه حرف الكاف القاف والكاف نسبة إلى قربهما من اللها تسمى حرفان لهويان الحروف اللهوية إذن القاف والكاف حروف لهوية نسبة إلى اللها الآن نأتي إلى وسط اللسان وسط اللسان يخرج منه ثلاثة حروف حرف الجيم والشين الجيم والشين واليا جيش فجيم الشين ي هذه الحروف قلنا هذا من أقصى اللسان القاف والكاف من أقصى اللسان هذا المخرج الأول ثم بعد ذلك من وسط اللسان وسط اللسان فجيم الشين ي أول حرف الجيم ثم الشين ثم اليا وتخرج هذه الحروف من هذا المكان مع ما يليه من الحنك الأعلى فجيم الشين ي ثلاثة حروف تخرج متتالية الجيم أولا ثم الشين ثم اليا مع ما يليها من الحنك الأعلى إذن أصبع عندنا الآن ثلاثة مخارج لللسان المخرج الأول أعطاني حرف القاف المخرج الثاني أعطاني حرف الكاف هذا حرف واحد فقط حرف واحد فقط ثم أعطاني الجيم والشين واليا هذا من وسط اللسان إذن ثلاثة مخارج لللسان أعطتني خمسة حروف من الثمانية عشر حرفا المخرج الأول أقصى اللسان أعطاني حرف القاف أسفل منه الكاف المخرج الثاني وأسفل بعد ذلك من وسط اللسان أعطاني الجيم والشين واليا ثلاثة مخارج أعطت خمسة حروف أعطت خمسة حروف إذن المخرج الثاني حرف الضاد حرف الضاد هذا يعني من الحروف التي لابد أن ينتبه إليها الطالب وسأسهل عملية الشرح بطريقة سهلة جدا الطالب لابد يعني أن يمسك يعني كف يديها بهذه الطريقة يرفع كف يديه هنا أقصى اللسان نشبه اليد هنا أقصى اللسان وهنا وسط اللسان وهنا طرف اللسان مخرج حرف الضاد أقصى اللسان لابد أن يرتفع أقصى اللسان لابد أن يرتفع وسط اللسان يتقعر قليلا هذه حافة اللسان وهذه حافة اللسان فحافة اللسان لا بد أن تلتصق الحافتان في هذه المنطقة حافة تلتصق وفي هذه المنطقة تلتصق حافة اللسان هنا مستعلي وفي الوسط متقاعر وهنا ملتصق وهنا ملتصق وهنا محاذي لألفة الثنايا العليا فهكذا وهذه عملية الإطباق لما نقول حرف الضاد هذا القفل هكذا إذن أقصى اللسان مرتفع وسط اللسان متقاعر حفة اللسان ملتسقة ملتسقة بماذا؟ ملتسقة بالأسنان بالضاحك ملتسقة بهذه الجهة ومحاذية للفت الثنايا العليا واللثة هي منبت الأسنان مرة أخرى حرف الضاد هذا هو اللسان نعبر عن هذه المنطقة أقصى اللسان مرتفعة وسط اللسان متقاعر هذه حفة اللسان ملتسقة في الأسنان هذه الحفة ملتسقة في الأسنان وهذه الطرف طرف اللسان محاذي ملتسق بدون قوة وبدون ضغط ملتسق بلثة الثنايا العليا الآن هنا صوت بدو يمر للرخاوة هذا اللسان بهذه الكيفية في الحنك الأعلى هذا الحنك الأعلى بدو يلتسق هكذا هكذا شكل اللسان الآن هذه الحركة اسمها استطالة الآن تحرك اللسان إلى الأمام قليلا فخرج الصوت من هنا هذه اسمها استطالة من خلال عملية خروج الصوت اللي هي الرخاوة إذن خروج الصوت رخاوة امتداد اللسان استطالة هذا هو مخرج حرف الضاد مرة أخرى وعلى شكل سريح حتى نركز في مخرج الضاد لأن الطلبة يعني يعدون هذا الحرف من الحرف الصعبة وهو حرف سهل جدا بإذن الله سبحانه وتعالى هذا اللسان أقصى اللسان مرتفع يتقعر وسط اللسان حافة اللسان حافة اللسان تلتصق بالأسنان طرف اللسان يحاذي دون ضغط في لفت الثناية فيجتمع الصوت يتحرك الصوت بالرخاوة مع تحرك اللسان إلى الأمام فيعطي حرف الضاد استطالة بعد خروج الصوت اللي أعطانا صفة الرخاوة هذا حرف الضاد الآن عندنا مخرج اثنان ثلاثة أربعة أربعة مخارج أعطت ستة حروف لهذا المخرج العام ألا وهو اللسان عندنا مخرج اللام والرا والنون وهو من طرف اللسان لام نون را هذه الحروف الذلقية تخرج من طرف اللسان نبدأ بحرف اللام حرف اللام سيأخذ مخرج لوحده اللام مخرجا لوحده نركز مع اللام حتى نتعرف على اللام لابد أن نتعرف على الأسنان عندي هنا السنان الأماميان ثنايا عليا وعندي أسفل منهما ثنايا سفلة اللي فوق الأماميات ثنايا عليا ومثلهم ثنايا سفلة جنب الثنيتين بجانب الثنيتين من اليمين ومن اليسار سن واحد اسمه رباعية رباعية من هنا وواحدة من هنا في الأعلى وفي الأسفل رباعية جنب الرباعية الناب ناب من هنا وناب من هنا وجنب الناب يسمى الضاحك إذن عندي الأسنان فنايا رباعية ناب ضاحك فنايا رباعية ناب ضاحك هذه الأسنان لها علاقة وطيدة في عملية خروج حرف اللام إذن عندي الأسنان لها علاقة وطيدة بخروج حرف اللام وطرف اللسان له علاقة وطيدة أيضا لخروج حرف اللام قلت أن طرف اللسان يقسم إلى الأسلة وهذه المنطقة اسمها أدنى إحدى حافتين لسان هذه المنطقة أدنى إحدى الحافتين أدنى إحدى الحافتين الآن بده يمر الصوت من أدنى إحدى حافتي اللسان يمناها أو يسراها أدناها لمنتهاها ماراً بالضاحك سيمر بالضاحك ثم الناب ثم الرباعية ثم يميل إلى الثانية فيرسم لنا مخرجاً جميلاً هو حرف اللام هذا حرف اللام طول اللام نشأ من أنه مر من هنا ضاحك مر على الناب مر على الرباعية وميل عليه على الثانية إذن من أدنى إحدى حافتي اللسان هيأدنى إحدى حافة لو قسمنا اللسان هكذا من الوسط أدنى إحدى حافتي اللسان يمناها يسراها أو كلتاها أدناها لمنتهاها ماراً ضاحك ناب رباعية ميل على الثانية فيخرج لنا حرف جميل اسمه حرف اللام وهذا من الحروف الطويلة لأنه مر بالضاحك والناب والرباعية والثانية هذا حرف اللام هو من الحروف الذلقية من الحروف الذلقية إذن عندنا مخرج جديد، اللام مخرج جديد، الضاد مخرج جديد، الجيم والشين مخرج، الكاف مخرج، القاف مخرج واحد، اثنين، تلاتة، أربعة، خمسة مخارج لسبعة حروف بعد ذلك حرف النون أسفل مخرج اللام يأتي مخرج حرف النون من أسفل يعني حرف اللام من طرف اللسان إذن طرف اللسان أسفل مخرج اللام بعطيني مخرج لحرف جديد ألا وهو حرف النون أسفل مخرج النون من جهة ظهره بعطيني حرف الر من طرف اللسان من جهة ظهره من جهة ظهره أسفل مخرج النون النون طرف اللسان أسفل مخرج اللام هذه الحروف الثلاثة كل حرف يعطي مخرجا إذن اللام مخرج النون مخرج والرى مخرج ثلاثة حروف كل حرف بمخرج منفصل هذه الحروف الثلاثة تسمى بالحروف الذلقية لأنها تخرج من ذلق اللسان تخرج من ذلق اللسان اللام والنون والرى عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حروف لمخرج اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة مخارج أعطت هذه الحروف هذا مخرج واحد أعطى ثلاثة حروف وهذا كل مخرج أعطى حرفا واحدا اللسان مخرج عام يعطي ثمانية حرفا الآن القاف الكاف من أقصى اللسان القاف مخرج لوحده الكاف مخرج بعده جيم الشينيا من وسط اللسان الثلاثة حروف من مخرج واحد بعد ذلك حرف الضاد من مخرج واحد بعد ذلك اللام مخرج لوحده النون مخرج لوحده والرى مخرج لوحده إذن هذه الحروف الثلاثة هي حروف ذلقية نسبة إلى خروجها من ذلق اللسان نعم المراجعة سريعة إلى هذه الحروف قلت أن الجهاز النطقي لا بد أن يتعرف الإنسان على جهاز النطقي من خلال معرفة أعضاء الجهاز النطقي عندنا الحلق عندنا اللسان عندنا اللهاة عندنا الخيشوم عندنا الشفتان هذا الجهاز النطقي المخرج قلنا في اللغة هو الخروج ونقيضه الدخول والمخارج بعضهم قال 16 بعضهم قال 14 وبعضهم قال 16 17 وهو الرأي الراجع عند الإمام الجزاري مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر عندنا المخارج العامة الجوف الحلق اللسان الشفتان الخيشوم تكلمنا عن الجوف فيه ثلاثة حروف تكلمنا عن الحلق ثلاثة مخارج فرعية أعطت ستة حروف وتكلمنا عن اللسان عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا وصلنا إلى الحروف الذلقية ونكمل في لقاء آخر في محاضرة أخرى إن شاء الله نراكم على خير بارك الله فيكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة